موسيقى الأمر الثالث الذي سنفعله سنحسن الأعمال الإدارية سنفعل إصلاح الحوكمة في كنيستنا دستور كنيستنا لفت انتباه الرسول بولوس من بعد ما حكي عن الأولاد كيف يحكي عن العبيد والسادة وكيف يشدد على ضرورة طاعة السادة من خلال العبيد ليس لأن بولوس يؤمن بالإتجار بالعبيد إنما لأنه يؤمن بالنظام وضرورة الخضوع للنظام فمن واجب كل تابع ليسوع المسيح أن يخضع للنظام إنه يدافع عن النظام إنه يوقف مع ويشهد ويحامي عن النظام المقدس أكيد يلي بريده الرب مش عم نحكي عن نظام الشر فالكنيسة ضروري إنه يكون فيها تنظيم مستمر إصلاح لنفسها بشكل مستمر وهي دي الكنيسة اللي أنتو فيها اليوم بهمة إنه نركز على الإصلاح الإصلاح أخوتي، كيف يكون هناك كنايس اليوم؟ تنهار وعام تنهار ليس بسبب عدم الأمانة إنما بسبب عدم الإدارة والتنظيم في بعض الرعاة يلي بحكي أنا وياهن يلي بسمع للمشاكل الموجودة في البعض البعض بقول أنا حلت هالمشكلة أمر واحد التنظيم الجيد الكنائس بالماضي كانت كلها دور حول الراعي الراعي هو الأب وهو دي ولاده يشيل من هالجيبة ويعطيها الولد يأخذ من هالولد الكبير الذي معه أكثر ويشيل من الجيبة الثانية ويعطي المحتاج لكن عندما تكبر الكنيسة وعمل الكنيسة نحتاج للإدارة الجيدة للحوكم الفعالة كيف نأخذ القرار؟ كيف تتم المسائلة؟ كيف تتم التوظيف؟ كيف هذه الأمور كلها؟ من مسؤول عن ماذا؟ لما هذه الأمور كلها تتنظم يبطل في مشاكل ومنافسة بين الناس بالكنيسة لأن كل واحد يعرف ما مسؤولته ودوره وبدنا كنيستنا مثل ما نجحنا بالسنين الماضية هلأ مع النمو الجديد كمان بدنا نفكر بحوكمة جديدة التي تكون نموزج للكنائس الأخرى المجاورة كيف الشخص ينضم إلى الكنيسة؟ من خلفيات متعددة كيف نكون فعلا جسد واحد لمجد المسيح؟ ما هو المطلوب؟ سنجهز الطابق الأول مكاتب للكنيسة هذا أمور كثير مهم سنعمل على تنقيح وتعديل نظام الكنيسة حتى نستطيع أن نقوم بالعمل حتى نقس الصح حتى نمكن الأساس الموجود حتى نستطيع أن نضاعف وننمى بشكل فعال كيف تساعدنا؟ كيف أنت تتبنى هذه الرؤية و تمشي معنا؟ الإصلاح الإداري أولاً لما تحترم النظام لما نخضع لبعضنا البعض المدبر في التدبير نخضع له لما يصبح هناك احترام وخضوع لبعضنا البعض هكذا نكون نحن نشارك بالرؤية ونحقق الهدف الأمر الثاني من خلال الثقة لما نوثق به القاضي ونعطيهم مجال للخدمة ونعطيهم مجال لحتى يغلطوا ويتعلموا من خطأهم الكنيسة النامية المؤثرة هي الكنيسة التي تثق بقادتها وبتعطيهم فرصة لحتى يبرعوا والمجال لحتى ينجحوا بالحياة والأمر الثالث يلي فيه أنت بتساهم من خلال عطائك المستمر عطائك المستمر مستمر بمعنى أنه إذا الأسيس وعز وعزة عن العطاء نشيل كل شي بجيبتنا ونعطيه للرب آمين هللويا عم نتجاوب مع كلمة الراب لكن لحتى إدارة الكنيسة تستمر بشكل ناجح ونقدر نخطط للمستقبل نحتاج من كل واحد مننا إنه يقول أنا بدي خصص هذا المبلغ شهريا لخدمة الرب لحتى نقدر نعرف كيف نحن فينا نساعد المحتاجين وإديش بدنا نساعدهم بأي مبلغ بدنا نساعدهم لما نعرف إديش عنا مدخول مستمر لأن نحن ما عنا وقف ما عنا مدخول إلا من الناس من الأفراد من الأشخاص أو من مؤسسات دعمة لعمل الكنيسة بس نحن ما عنا أمور من أشجرها أو وقف معين تابع للكنيسة لكن بدنا نشتغل مع بعض نحسن الأعمال الإدارية بدنا نتعاون مع بعض بهذا الأمر